تبدو الحياة في ألمانيا طبيعية من دون تدابير تحد الحركة والحرية بشكل جماعي ولولا غياب السياح والشراء على طريقة الهمستر كما يعرف الشراء بهدف التخزين هنا والذي تدل عليه الرفوف الفارغة لما علم المرء بانتشار وباء عالمي بحسب برلين الأولى التي استخدمت هذا التوصيف لفاروس كورونا ولكن هذا الهدوء النسبي الذي يتعامل به الألمان مع انتشار الفاروس ناقضته المستشارة أنجلا ميركل عندما توجهت لشعبها للمرة الأولى لتتحدث عن كورونا على المرء أن يفهم بأن الفيروس هنا وليس هناك مناء على ذا الشعب ضده وليس هناك لقاحات بعد ولا علاجات وهذا يعني أنه يجب أن نتوقع بحسب الخبراء أن تكون هناك نسبة إصابات مرتفعة صراحة أو زلة لسان ناقضت كل التقاليد في التعاطي الرسمي مع الأزمات في ألمانيا تصريحات ميركل كانت صادمة للرأي العام هنا وهي تخالف أيضا السياسة الرسمية للحكومة الألمانية التي تعتمد على ضبط النفس وعدم إثارة الهلع ميركل رفضت كذلك دعم تدابير أقصى كغلق المدارس وعزل المدن وأغلاق الحدود مع دول الشنجن مثل تلك التي اعتمدتها إيطاليا ولكن لألمانيا أسباب أخرى لرفض هذه الإجراءات القاسية الأسباب تعود أولا إلى أن هناك مخاوف لدى الحكومة الألمانية من أنه النظام الصحي غير قادر على التعامل مع تبعات مثل هذه الإجراءات الصارمة ومن جهة أخرى طبعا هناك مخاوف من التداعيات الاقتصادية ميركل التي دعت لتنسيق أوروبي أكبر بدت كذلك وكأنها تنتقد بطء الرد الأوروبي في هذه الأزمة الفيروس وصل إلى أوروبا هو هنا علينا كلنا أن نفهم ذلك وبهذا وفي ظل غياب اللقاح والعلاج فعلى الألمان أن يتحضروا لعدد أكبر من الإصابات والوفيات بحسب ما أعلنت هيئة الصحة هنا هدف ألمانيا في التعامل مع فيروس كورونا شراء الوقت وتجنب انهيار النظام الصحي ريث ما يتم تطوير علاج أو لقاح لهذا الفيروس ولكن هذه المرحلة قد تستغرق أشهر أو حتى سنوات لحسب التقديرات الرسمية هنا راغدة بهنام العربية برلين